السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا العزاء صف و الساده الساداتي تعالوا يعني حتى نشوف السؤال الثالث تمرين سيء الإملاءات الطلاب هو يعانون إملاءات يقول أستاذ الكتاب مليان إملاءات بس تعالوا خلينا نصفي لكم إياهن إشلون إذا انتبهنا للإملاءات يردون من عدكم الإملاء كلمة أو كلمتين على الأكثر يعني او هنا we don't trust صير distrust بس هاي الكلمات فهي صير available dry skin تجمع ذن الكلمات يريد روح ناخذ مثال آخر على تعيين ها شوف سرعا هنا صير left هنا time limit deadline فهنا دعم لاحظين يريد من عدن الاملاء يصير كلمة مقابل كلمة اوكي كلمة مقابل كلمة طيب يعني شنو يعني من تروح للكتاب وتريد تقرأ على سبيل المثال هذا اللي قدامك فانت راح تقرأ يلي مرادة مقابلها تحفظها املاء اللي هي انوال اوكي زين مثل هاي الجواها هاي الجواها اول شي ما راح يجيبلك ياها ليش لانه هنا نعدنا الهيدفون ومقابلها things that put put over your ears to listen to listen privately طيب هل من معقول يريد من عندك هذا السطر املاء لا اذا كلش كلش راح يجيب لك هو هذا السطر ويريد من عندك هاي الكلمة لا لكن هاي ما صارها ابدا مثلي هي جنوها من الاسئلة اتركها شان اللي يتحفظها اتحفظها ان difficult situation شوف كلمتين مقابلها كلمتين نصريحولها under pressure اهن انا اذا انتبهت عليها انو هاي الطريقة او هذا الشي راح يخدمك هاي بالحفظ راح يصاب فيه الكياه لان عندك مثلا نقول ميت كلمة راح تطلع من عندهم ستين او خمسين كلمة اللي هن تحفظ هن يجيب هذا الاسلوب اذا الخلاصة هي من تريد تحفظ املاء تحفظ الكلمة مقابل كلمة او كلمتين مقابل كلمتين او كلمتين مقابل كلمتين او كلمتين او كلمتين او كلمتين اما تحفظ صدر كامل على ما يجيك ام لا ما راح يجيك ام لا وهاي راح يتفيدكم وهاي طلابنا العزاء لكن طلابنا ارجو اذا يعني فادتك هذه المعلومة حاول اتفيد غيرك بها وانشر المقطع بين جماعتك شكرا جزيلا